السيسي يستقبل وزير داخلية إيطاليا ويؤكد على توافر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة في قضية الطالب الإيطالي رجيني مدبولي يخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لأبناء سيناء ويشهد توقع براتوكولات في مجالات الكهرباء والرين والإسكان ترامب يقول خلال اجتماع لأعضاء حكوماته إنه الرئيس الأكثر حزما حيال روسيا جولة أخبرية جديدة تأتيكم من أونلايف أهلا بكم ومن العنوين إلى تفاصيل وفشان المحلية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي الذي يزور مصر حاليا وأكد الرئيس خلال اللقاء على توافر الإرادة السياسية القوية لتحقيق العدالة في قضية الطالب الإيطالي روجيني والكشف عن الجنات بالتنصيق الكامل بين السلطات المختصة بالبلدين وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبدل الرؤى حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاتمام المشترك خاصة آخر مستجدات ملف الليبي والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من جانبها أكد وزير الداخلية الإيطالية العمق ومتانة العلاقات بين البلدين مشيدا بتعاون السلطات المصرية في قضية مقتل روجيني يبدأ رئيس السيسي غدا زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم تستغرق يومين هي الأولى خارجية له خلال فترة رئاسته الثانية وقال سفير السودان لدى القاهر عبد المحمود عبد الحليم إن الزيارة تتعكس حيويت وخصوصية العلاقات بين البلدين كما أنها تضاف لسلسلة الزيارات واللقاءات العديدة بين زعيمي البلدين وأشار إلى أن القمة المصرية السودانية ستستعرض موقف العلاقات المتطورة بين البلدين والجهود المتصلة لتعزيزها كما أنها ستبحث سير ونتائج الاجتماعات العديدة لأليات التعاون الثنائية التي شهدتها الفترة الماضية كما تبحث القمة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تشهد العلاقة المصرية السودانية تطورا ملحوظا لزيادة التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والنقل والصحة والرياضة وغيرها من المجالات المشتركة بين البلدين شريان واحد يانبودل يربط وطنا لا طالما ظل لعقود طويلة كتلة واحدة هكذا يمكن توصيف العلاقات المصرية السودانية الذي يمثل نهر النيل على أراضيها شريان الحياة الذي يجمع بين شعبينهما بالأساس شعب واحد ويمثل سودان العمقى الاستراتيجي الجنوبي لمصر لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءا من الأمن القومي المصري ومن هنا تبرز أهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وتعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرى ولا أجد نفسي في حاجة للتأكيد على الوشايت والمشتركات التي تربط بين بلدينا وشعبين الشغيقين وهي علاقة راسخة ومتجزرة وضاربة في القدم تعززها أواصل التاريخ والآمال والتطلعات المشتركة سياسيا تتفق مصر والسودان في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب وتكثيف التعاون لتكفيف منابعه وقطع مصادر تمويله كما يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحمل الشباب إلى قوارب الموت إضافة إلى قضية ضبط الحدود ومواجهة عمليات التهريب وضبط الخارجين عن القانون اقتصاديا شهدت العلاقات المصرية السودانية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث وقعت مصر وسودان عام 2016 العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت قطاعات التجارة والصناعة والنقل والصحة والرياضة وغيرها من القطاعات نستقر في وجدان كل مصري وكل سوداني من واقع هذه العلاقة الخاصة التي طالما ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمع بينهما من تاريخ وحضارة مشتركة وامتداد بشر متصل وعلاقات نسب وقرابة ومصاهرة على نحو يجعل من الشعبين المصري والسوداني أشبه بشعب واحد في وطن واحد عسكريا يسعى الجانبان إلى إنشاء قوة مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين وعقد دورات تدريبية مشتركة بجانب التعاون في مجالات التسليح وتبادل الخبرات العسكرية ودعم التعاون الأمنية ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الرئاسية الثانية إلى تعزيز العلاقات مع السودان الشقيق في مختلف القضايا ودعم العمل التبلوماسي الذي من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية لأحداث نقلة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن وخلال اجتماع الحكومة الإسبوعية أشار مدبولي للجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزرات بما يتيح التواصل بينها إلكترونيا وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة هذا وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة وسرعة الرد على شكاوى المواطنين كما قرر المجلس تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا بحد أقصى 2% لطلاب شمال سيناء هذا واستعرض الاجتماع تقريرا بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقع تفاقية بين وزارة الكهرباء وتحالف مكون من شركة انجواء راسكم وتيوتا تسوتشو ولتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليق السويسة وفي هذا الصياق قال وزير الكهرباء دكتور محمد شاكر إن التكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 650 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهمه في إنتاج ملياري كيلو واط لكل ساعة سنويا فضلا عن تحقيق وفر في الوقود بنحو 420 ألف طن بيترول ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالية الطاقة المولدة بحلول عام 2020 المشروع اللي احنا وقعنا الأوراق بتاعها النهاردة خاص بإنشاء محطة رياح قدرتها بيتصل إلى 500 ميجاوات أدي برضو حركة فكرة على هذا المولود وحنا حركة عرفين أن أحد اهتمامنا واحد قواعد استراتيجية لزارة الكهرباء هو زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة المتجددة وحنا حطين خطة أن سنة 2022 هيصل القدرات المركبة في الشبكة تصل إن شاء الله نرجوها كده بإذن الله تصل إلى 20% من القدرات المركبة تبقى من الطاقات الجديدة المتجددة ده داخل فيها الطاقة هادرومائية داخل فيها أيضا طاقة شمسية وداخل فيها طاقة رياحة أيضا بيرتفع هذه النسبة اللي تصل على حسب الدراسات اللي كنا عاملينها قبل كده حوالي 37% في عام 2035 لكن نحن نحاول أن نرفع هذا الأمر تماما ويمكنها نصل إن شاء الله إلى 46-47% في سنة 2035 وفي تصريحات خاصة لونلايف قال الوزير الكهرباء دكتور محمد شاكر إن الوزارة مهتمة بالطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى الطاقات الجديدة والمتجددة ومنزودها بشدة ساكن في مجال الطاقة الشمسية أو في مجال طاقة رياحة وأيضا كل حاجة هنلاقيها في مجال الطاقة الكهربائية هنعملها يعني زي ممكن أكلمكم بعد كده في فترة قريبة من الزمن على هذا الأمر يعني ندخل حاجات كتيرة في المستقبل إن شاء الله الموضوع بتاع النهاردة هو أحريك أعرف أن نرست على المجموعة التحالف الشركات المرحلة الأولى اللي هي 250 ميجاوات وهم شغالين في الموقع فعلا والأمور ماشية على أحسن ما يكون وهم تقدموا أيضا بطلب أن المستعدين ينزلوا في قيمة التعريفة اللي هو قدروا يحصلوا عليها وإحنا كنا رأسين حوالي 300 ميجاوات بنديها فرصة للمستالكين اللي في المنازل أو في الفلات وكذا أنه يقدروا يحطوا طاقة فوق في السطوح ومنها يولدوا طاقة كهربية ويقدروا يبيعوا الطاقة ديات إلى شركات التوزيع وعملنا حاجة يسمعها النت ميتينج اللي هي القياس يعني هو بيصحب كهربا وقدروا كذا أنا بديله كهربا وكذا اللي بيديها لي هدينه عليها فلوس كما شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي توقع اتفاقية تعاون بين كل من لتمويل مشروعات التحول من الرأي القديم إلى الحديث وفي هذا الصياق قال وزير الرأي الدكتور محمد عبد العاطي أن الاتفاقية تهدف لتمويل المشروعات للتحول من الرأي القديم إلى الحديث وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه مضيفا أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع وسيلة تمويل مستدامة ووطنية للتسهيل على الفلاحين أوضح وزير الرأي الدكتور محمد عبد العاطي أن ترشيد استهلاك المياه يستلزم تطوير منظومة الرأي بشكل عام مشيرا إلى أن تطوير المنظومة ينعكس إيجابيا على الفلاحين مية الرأي عشان نرشادها يبقى لازم ندخل نوزم تطوير الرأي في الأراضي القديمة أو الرأي الحديث نحن عملنا منطقة تجربية في الفيوم بحيث أن نحن جمعنا المساحات الصغيرة كلها في المساحات كبيرة بتصل لمية المتين فدان دخلنا فيها الرأي الحديث الرأي الحديث دول ساهم أن الفلاحين قلل تكلفة السمات لأنه بتخلط السمات بالمية بيتوزع بانتظامها على المحصول زود الإنتاجية نفس العملية للمبيدات بتتحط مع المية الرأي بتتوزع بطريقة رأي الحديث وبالتالي النتيجة التطوير بتاعة الفيوم دي تبقى فيه إقبال وطلب على أن ندخل طرق الرأي الحديثة وده هيرشد المية وهيحسن نوعية المنتج الزراعي وفي نفس الوقت هيحسن دخل الفلاح لأن الفلاحين ما يجمعوا فيه مساحات كبيرة يقدروا يعملوا شركة مع بعض يقدروا يسوأوا منهم للمستهلك مباشرة وبالتالي دخل الفلاح هيزيد وسعر المستهلك هيقل وفي تصريحات اللونلايف أكد وزير الرأي والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي أن نجاح تجربة الرأي الحديث بمحافظة الفيوم أدى لإقبال كثير من قبل الفلاحين إلى الانضمام في المنظومة الحديثة للرأي مشيرا إلى أن التمويل الحالي للمشروع يعد مشجعا للفلاحين للدخول في المنظومة في الحقيقة في إطار خطة الدولة للترشيد المائة إحنا عملنا منطقة تجربية في الفيوم بحيث أن المجموعتين من الفلاحين جمعوا مساحات اللي جمع مساحة ميت فدان فأكثر دخلنا له الرأي الحديث التجربة لقيت نجاح وفي طلب من الفلاحين على أنهم يخشوا في المنظومة ديت وبالتالي كان لازم ندور على وسيلة التمويل بسعر كويس يشجع الفلاح أنه هو يكمل وقعنا برتوكول من شهر مع البنك الأهلي والنهاردة مع البنك الزراعي يبقى في وسيلة التمويل سهلة للفلاح بسعر فايدة بسيط بشروط ميسرة بيخش الخبرة الفنية في وزارة الرأي في وسيلة التمويل فيه الفلاح اللي هو المستخدم دي بتشجع الفلاحين لما بيعملوا مساحات كبيرة بيعملوا شركة مشتركة مع بعض وبالتالي الانتاجية بتاعة الأرض الميت فدان هتبقى انتاجية علي أنه يزرع محصول واحد هيبقى فيه توزيع أو تنظيم للسماد هيتوزع بانتظامنا متخلط بالمية قبل الرأي شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تبقى اتفاقية منحة برنامج البنية التحتية بالمشاركة والمقدمة من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفيدرولية للتعاون الاقتصادي والتنمية وأكد نائب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن البرنامج يقدم 30 مليون يورو لتطوير البنية التحتية في 9 مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى من جانبها أشار مدير الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة إلى أن المشروع يعد نموذجا جيدا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بأن الدعم الذي يقدم الاتحاد الأوروبي يسهم في تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من مليوني شخص من سكان المناطق العشوائية وأكد نائب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير المناطق الأكثر عشوائية في كل من محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تحسين البيئة العمرانية بوجه عام الاتفاقية الإطارية دي بننفذها بالتعاون مع الجانب الألماني الوكالة الألمانية للتعاون بالقاهرة بننفذ فيها مشروعات لتطوير المناطق المتدعية عمرانيا في ثلاث محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هيتم تطوير ثلاث مناطق متكامل داخل كل محافظة محافظات الثلاثة البرنامج العمل بيتقاسم لثلاث مجالات رئيسية المجال الأولاني هو معني بتحسين البيئة العمرانية والبنية الأساسية المجتمعية ودي بتتكلم على الابنية الأساسية والخدمات المجتمعية سواء في مجال الصحة والتعليم الهدف الثاني اللي بيشتغل عليه المشروع هو مجال العمل في المشاركة المجتمعية وتحسين قدرة الموطنين على التفاعل مع المشروعات اللي بيتم في الأماكن بتاعتهم كما وضح نائب ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن المشروع يشمل تطوير ثلاثين مشروع من إجمالي المناطق التسعة مشيرا إلى أن تلك المشروعات تتنوع بين مشروعات لصرف الصحية أو مشروعات لتحسين الخدمات الصحية والطبية ثلاث من المناطق العمرانية المتدهورة التطوير ده في كل بيشمل ثلاثين مشروع في إجمالي التسعة مناطق بتتنوع من مشروعات خاصة بالبنية الأساسية سواء كانت ميا أو صرف صحي وبعض المشروعات الخاصة بتطوير البيئة الحياتية للمجتمع المحلي في المناطق دي من نارة ونار شوارع أو تمهدها أو العمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الاتفاية كمان فيها إضافة للجزء الفيزيكال أو العمراني جزء اجتماعي أن نساعد المجتمع المحلي على الانخراط في عمليات التنمية والمشاركة فيها إضافة لرفع القدرات المؤسسية للمجتمع المدني والإدارة المحلية في عملية التطوير عشان نستهدف المواطن بشكل أكثر تحديداً ويحس بعوائد التنمية بشكل مباشر عليه مشاهدين الكرام نشر ما زالت مستمرة فاصل ومن ثم نعود بقاو معنا أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل إلى سياق نشر مرة أخرى انطلقت طول جلسات قمة رؤساء السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بالعاصمة الزنبية لوساكا على مدار يومين لمناقشة عدد من القضايا من بينها القضايا الاقتصادية والتجارية وقضايا السلم والأمن والتنصيق السياسية بين دول الكوميسا والمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء بهدف مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية في القارة الإفريقية انطلقت أولى جلسات القمة العشرين لرؤساء السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا والتي تعقد على مدار يومين بالعاصمة الزنبية لوساكا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار شارك بالقمة للتأكيد على دور مصر الفاعل في تجامع الكوميسا الذي يضم تسعة عشر دولة موضحا أن مصر تسعى إلى تفعيل دور التجامع في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال تيسير نفاذ حركة التجارة بين الدول الأعضاء وجود مصر كثقل سياسي وصناعي واقتصادي كبير أكيد فاد ودخول مصر في كوميسا أكيد فادها جدا لأنه بخلالها فرص تسوقية وأسواة تقدر تستوعب المنتج المصري جدول أعمال القمة العادية العشرين شهد توقيع انضمام تونس إلى منظمة الكوميسا بصفة عضو بمنطقة التبادل الحر الثلاثية والتي تضم إلى جانب السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كلا من مجموعة الشرق الإفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي اليوم بالانضمام تونس إلى كوميسا اللي تجمع 19 بلده تونس مش تكون البلد العشرين اللي تجمع أكثر من 500 مليون نسمة مهم يعني انضمام تونس لهنا لتسهيل المبادرات التجارية لتسهيل المبادرات الاقتصادية لتوديد العلاقات وحنا تونس نمنو اللي العلاقات بين الدول لازم تكون مبنية على المصالح المشتركة اليوم الأول للقمة شهد تأدية اليمين القانونية لللجنة التنافسية ولجنة الحكوماء بالكوميسا وكان من ضمنهم السفير أشرف جمال راشد الذي تم تعيينه عضواً بلجنة الحكماء أهداف عدة أنشئت من أجلها الكوميسا منذ عام 1994 لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لدفع عجلة التنمية المشتركة والتوصل إلى التنمية المستدامة للدول الأعضاء هذا وقد كرمت المنظمة قناة اللايف ومرحتها جائزة الكوميسا للإعلام عام 2018 وتسلمت الجائزة الإعلامية مونسويلا مقدمة برنامج أون أفريكا والذي قدم العديد من الأعمال في قارة إفريقيا أعلنت الخارجية السودانية أن حكومة جوبا ستوقع غداً في الخرطوم مع المتمردين اتفاقاً لتقاسم السلطة يعقبه توقيع نهائي في 26 من شهر يوليو ألغاري وأضحت الخارجية السودانية أن الوسطة السودانية المشاركة في مختلف محادثات السلام بين طرفي نزاع في جنوب السودان لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض الاتفاق صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا بأن السفارة تواصل اتصالتها مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود موسى وأولاده وزوجته السورية بعد إخراجه من الغوطة الشرقية لتسفيرهم إلى أرض الوطن على خطوط طيران السورية غداً الخميس وأضاف قائم بالأعمال المصرية أن السفارة قامت أيضاً بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري حمدي عبد الحكيم صديق وأبنائها بعد خروجهم من منطقة الحجر الأسود وستقوم بتسفيرهم إلى أرض الوطن يوم الاثنين في وقت لاحق دخلت 94 حافلة بالإضافة لسيرات إسعاف بلدتي الفوعة وكفرية شمال غرب سوريا لإجلاء السكان عبر ممر تلة العيس في حلب والذين كانوا محاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية حيث من المقرر النقل قرابة 7000 شخص من البلدتين إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في محافظة حلب وينص اتفاق الإجلاء الموقع على إخراج أهل البلدتين مقابل الإفراج عن 1500 من المسجونين لدى الحكومة السورية وتابعين للجمعات الإرهابية المسلحة وتعد الفوعة وكفرية البلدتين الوحيدتين المحاصرتين حاليا في سوريا بحسب الأمم المتحدة بعدما استعادت قوات الجيش العربي السوري خلال عمليات عسكرية وبموجب اتفاقية إجلاء العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحاصرها في سوريا هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النزحين واللاجئين السوريين المقيمين في الخارج للعودة لبلادهم وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء والاحتياجات المدية الضرورية بما في ذلك من الدول الأجنبية إلى سوريا وتسليمها للسكان ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية وما زلنا في الملف السوري حيث تصاعدت عمدة من الدخان في جنوب سوريا على المنطقة الحدودية في مرتفعات الجنان المحتلة وسط هجوم للحكومة السورية بدعم من القوات الجوية الروسية في المنطقة ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 12 شخصا وإصابة المئات وقالت مصادر إن القصف الجوي تم بما يقرب من 350 صاروخا على الأقل على مدينة نوى والمناطق المحيطة بها أما في بلاد رفدين أصيب أربعة أشخاص في انفجار عدة قنابل مزروعة على الطرق في مدينة كاركوكا النفطية بشمال العراق وقال مسؤول في الشرطة إن القنابل انفجرت في حي انتجاري بالمدينة ولم تعلن أي جهة وقفها وراء تلك الانفجارات في اليمن أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي موافقته على تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة بشرطة وقف التحالف العربي لهجماته حسب قوله وقال الحوثي في مقابلة مع صحيفة ليوفيغرو الفرنسية إنه أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث عدم ممانعته أن تشرف الأمم المتحدة على الميناء وفي الملف الفلسطيني وجهت مفوضية الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الشكر لمصر لدورها في دعم أنشطة الوكالة خلال مرحلة زمنية هي الأخطر في تاريخ الأونروا على الصعيدين المالي والسياسية وأشهد المفوض العام للأونروا بيير كيريني بول بالدور القيادية الذي قامت به مصر من أجل ضمان عدم انقطاع الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2017 وعبر عن تقديره للدور المحورية الذي لعبه وزير الخارجية في حث المانحين على دعم الوكالة ماليا من خلال مؤتمر روما دعم للأونروا في شهر مارس الماضي والذي وفر المساعدات التي تقدر بمائة مليون دولار في السعودية أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية عن سيطرتها على الحريقة الذي نشب في إحدى المصافي التابعة لها بالعاصمة الرياضة وأوضحت الشركة أن الحريقة وقع بسبب حادثين يتعلق بالعمليات مؤكدة عدم مقوع أي إصابات كما أن أعمال المصفات لم تتأثر بالحريق وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه الرئيس الأكثر حزما حي لروسيا مشيرا إلى أنه يبلى بلاءا حسنا في هذا الشأن وياجه ترامب عاصفة انتقادات بسبب موقفه الذي اعتبر متسهلا مع رئيس الروسي ريدمير بوتين خلال قمة هالسينكي وكشف ترامب خلال ترأسه اجتماع على أضاء حكومته أنه سيكون هناك اجتماعي والأربعاء المقبل مع الاتحاد الأوروبي لمحادثات بشأن التجارة البينية تتوالى ردود الفعل العالمية على الاتفاق على إلغاء رسوم الجمهورية بين الاتحاد الأوروبي واليابان الاتفاق الذي وصف بالتاريخية يوجه رسالة ضد السياسات الحمائية التي ينتهجها رئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرى الكثيرون أنها أبقته دون حلفاء لم يكن الأوروبيون يتخيلون أن يتوصلوا الاتفاق كهذا من اليابان لكنهم لم يكنوا يتخيلون أيضاً أن تدير الولايات المتحدة ظهرها لهم وتدفعهم دفعاً لأحضان الشرق أثر هذا الاتفاق سيصل إلى أبعد من حدودنا معاً نبعث برسالة رفض صامتة بشأن مستقبل التجارة الحرة والعادلة لقد أظهرنا أننا أقوى وأفضل عندما نعمل معاً الاتفاق التجاري بين اليابان والاتحاد الأوروبي ينص على إقامة منطقة تبادل حرة تضم ثلثة إنتاج العالم ويخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة على ظهر الكوكب ويلغي الرسوم الجمركية فيما بين الجانبين إلى جانب اتفاق آخر على تبادل المعلومات ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين تبتلع المصالح الاقتصادية هناك مخاوف متزايدة من الحماية العالمية وفي هذا الإطار فإنني أعتقد أنه من المهم للغاية أن ترسل اليابان والاتحاد الأوروبي رسالة للعالم بشأن أهمية التجارة الحرة والعادلة ويشكل الاتفاق التجاري الطموح بين اليابان والاتحاد الأوروبي وقبله التفاهم مع الصين مؤشرا على تغير العلاقات العالمية ففي الوقت الذي يبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا يرى الأوروبيون أن سياسات الرئيس الأمريكي ضد إيران وتقاربه مع روسيا ومواقفه المتناقضة والعدائية هي التهديد الحقيقي للتجارة العالمية فالحماية لا توفر الحماية والانفرادية تهدم الوحدة أعلنت السلطات الأمريكية القبضة على امرأة روسية تدعى ماريا بوتينا بتهمة التأمر للتأثير على السياسة الأمريكية حيث أكدت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية أن بوتينا عملت بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تابع لوزارة الخزانة الأمريكية تأتي قضية بوتينا للتضيف حلقة جديدة إلى مسلسل حرب الجواسيس المستمرة بين واشنطن وموسكو مع بداية الحرب الباردة اشتعلت حرب الجواسيس بين موسكو وواشنطن فعكفت كل منهما على تجنيد عملاء لها داخل أعتى أجهزة الدولة الأخرى لكن اليد العليا في هذه الحرب كانت على الأرجح لروسيا تتضمن أشهر القضايا بين البلدين أول عملية لضبط الجواسيس بعد الحرب العالمية الثانية ففي عام 1953 اعتقل الزوجان إثل وجوليوس روزنبرغ بتهمة نقل معلومات عن القنبلة الذرية ثم نجحت المخابرات الروسية مجددا في تجنيد روبرت هانسون عميلا للمخابرات الروسية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذي اعتقل في عام 2011 وداخل مبنى المخابرات المركزية CIA زرع الروس عميلا مهما هو ألدريتش أميس وأدت المعلومات التي أدل بها للروس مقابل ما يزيد عن 4 ملايين دولار إلى كشف شبكة الجواسيس الأمريكيين في روسيا وقادت إلى إعدام عشرة منهم عميلة أخرى شهيرة هي آنات شابمن سيدة الأعمال الحسناء الروسية التي استردتها روسيا في إطار صفقة لتبادل الجواسيس في فيينا في يوليو 2010 أما القضية الأشهر فهي قضية إدوارد سنودن الذي سرب معلومات عن برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة المواطنين ثم اتخذ من موسكو ملاذا أمنا رغم أنه لم يثبت بعد أنه كان عميلا لصالح المخابرات الروسية بآلية مختلفة استمرت الحرب في الألفية الثالثة فقد شهدت الولايات المتحدة العديد من الهجمات الإلكترونية التي يعتقد أن مصدرها روسيا وهو ما نفته الأخيرة مرارا الاتهامات الأمريكية لروسيا ظلت مستمرة ووصلت ذروتها في عام 2016 عندما اتهمت الإدارة الأمريكية موسكو بالتلاعب في نتائج الانتخابات الأمريكية التي فاز بها الرئيس ترامب وتشير تقديرات أمريكية غير رسمية إلى أن أكثر من 150 شخصا ينفذون مهمات استخباراتية حاليا لصالح روسيا في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلس وسان فرانسيسكو وغيرها من المدن هبطت أول رحلة جوية تجارية من إثيوبيا إلى إريتريا لأول مرة منذ عشرين عام اليوم في أسمر حيث كان في انتظارها استقبال شعبي حافل في خطوة تعزز التقارب المفاجئة الذي أنهى سنوات طويلة من العداء إثر النزاع الحدودي الذي اندلع بين البلدين عام 1998 حيث تم توقع تفاق سلام بين رئيس الإثريا أسياسة فارقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأسبوع الماضي مشاهدين الكرام من الشمازالة مستمرة انتظرونا أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل أوضح شيخ الأزهر أنه ينتمي إلى جيل يطلق عليه جيل ضحايا الحروب في الشرق العربي والإسلامية مشيرا إلى أن الإرهاب لم يبقي أي آدميا على ظهر الأرض آمنا على نفسه أو أسرته فأنا أنتمي لجيل يمكن تسميته بحق جيل ضحايا الحروب في الشرق العربي الإسلامي جيل مر عليه الآن أكثر من سبعين عاما سمع فيه من أزيز الطائرات الحربية وأصوات تفجير القنابل وروائح البارود والغازات ورأى من أنهار الدماء وأشلاء الضحايا بأكثر مما سمع من أناشيد وموسيقى وأشعار وبأكثر مما رأى من جماليات الفنون وسمع من تغريد البلابل وهديل الحمام وخلال كلمته في حفل اختتام منتدى شباب صناع السلام أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قدرة الشباب على حمل شعلة الحوار مشيرا إلى أن التقارب أو التقاء الغرب والشرق ينتج عنه المصلحة الإنسانية الواحدة المشتركة أحييكم وأحيي فيكم وهج الفكر وصلابة العزيمة وإرادة القوة ووثبات الخيال والطموح وكل ما شاهدناه خلال هذه الفترة من حسن استجابة للرسالة المقدسة التي أسندت إليكم ومن جدية في تحمل المسؤولية مما يؤكد أننا نجحنا والحمد لله في اختيار رواد يصنعون السلام ويضيؤون المستقبل أكدت وزارة الصحة والسكان بدعم الغرفة العملية المركزية لإنهاء قوة منتظار مرضى الحالة الحارق اليوم تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وبدأت الغرفة عملها صباح اليوم برأسة الدكتور أحمد الأنصاري فيما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من كافة المحافظات ورصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار وتوزيعهم على المستشفيات طبقا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى فيما تم حتى الآن استقبال 123 حالة وتستقبل وزارة بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين أكد رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبادية بوزارة الصحة دكتور وحيد دوس أنه يتم توريد الأدوية والكواشف المستخدمة في علاج مرض فيروسي وفقا للاحتياجة لافتا إلى أن الدولة تستهد في إجراء مسح شامل لـ 45 مليون مواطن وتوفير العلاج للمصابين بالمجان وقال دوس أن جميع وحدات الفيروسات الكبادية بالجمهورية تتوافر فيها الأدوية والمستلزمات لعلاج المصابين المكتشفين في القوافل الطبية بالقاهرة والمحافظات مضيفا أن الوزارة تتابع ملف المنتكسين وسيتم عمد براتوكولا لجي جديد لهم حتى يساهم في تخفيف الأعباء المرضية عليهم وشفائهم تماما خلال الفترة المقبلة أقيم اليوم حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من أوائل الثانوية العامة وعائلاتهم والرئيس التنفيذي للمدينة دكتور شريف صدقي الذي وضح للطلاب الناجحين هدف مدينة زويل ورسالتها في تطوير العلوم والتكنولوجيا في مصر وربطها بسوق العمل ووضع مصر في مكانة أفضل وقال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل خلال حفل التكريم أن المدينة توفر للطلب الموهوبين المناخ المناسب للنجاح وأضاف أن الجامعة قائمة على جديد يسعى لإخراج علماء في المستقبل قادرين على وضع مصر في مكانتها المناسبة تمكنت مدرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصبي انتحل صفة رجال الشرطة لتهديد موظفي إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة عبدين وصرقة خزينة حديدية بداخلها أكثر من مليون غنيها كشفت مدرية أمن القاهرة غموض واقعة سرقة خزينة حديدية بداخلها أكثر من مليون غنيها من داخل إحدى شركات الشحن عقب تهديد موظف الشركة وذلك بمنطقة عبدين وقاموا بالتخلص من الخزينة في أحد المصارف العمومية بعد الاستلاء على ما بداخلها من أموال المدرية نجحت في ضبط الجناه الذين أرشدوا عن المبالغ المالية المسروقة وكذلك الخزينة واعترفوا بالواقع وأن هناك محاولة سابقة لهم لسرقة الشركة كان في محاولة سابقة من المتهمين لدخول لمقار الشركة أو سديها لكن تعذرها دائما كده أم كان من خلال تكسيف تحريات تحديد المتهمين وتبعينهم عددهم تم المتهمين تم دخلين الإدراءات وتم استدافهم بحالات أقامتهم وتم ضبطهم التنصيخ مع مصارة الأمن العام تم ضبط جميع المتهمين وتم ضبط المبالغ المالية والخزينة التي تم سرقتها بحث وزير التوبين دكتور علي المصلحي مع مجموعة من السلاسل التجارية فرص تنفيذ برامج الشركة بين القطاعين الخاص والعام ممثلا في الشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وقد تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الصيغ والنماذج التشاركية للتعامل مع وضع الإطار القانوني اللازم لذلك والذي ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويحدد الواجبات والمسؤوليات لكل طرف بما يضمن المحافظة على أصول الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل أعلن عضو الهيئة العليا بإتلاف حب الوطن والنقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة أمين حسن انطلق حملة الرئيس لزراعة مليون شجر مثمرة بحي مصر القديمة تحت رعاية الاتلاف ومحافظة القاهرة وهيئة نظافة القاهرة النهاردة بداية حملة معالي الرئيس لزراعة المليون شجر مسمرة وابتدينا فعلا النهاردة الحملة تبناها اتلاف حب الوطن مع محافظة القاهرة وبقية المحافظات النهاردة بفعلا بنبتدي بحي مصر القديمة ومركزين على الأحياء الشعبية الحي مصر القديمة النهاردة والمكان اللي احنا موجودين فيه بالخصوص النهاردة حاجة مميزة جدا لأن ده يعتبر الممر والمدخل السياحي لمجمع الأديان ومسجد عمر بن العاص وهي منطقة سرية بيمر عليها يوميا عدد كبير جدا من السائحين والمفروض اللي احنا يبقى الشكل العام بتاعها يعني ليه رونك اكتر من كده فاحنا خدنا المكان النهاردة بداية جديدة للاكتلاف الشكل والتجميل بتاعها وابتديناها بحملة الرئيس على اساس تبقى حاجتين في بعض احنا بننشط كل الطرق اللي موجودة على المداخل السياحية والبزارات السياحية عندنا وماكن السياحية نمرة اتنين بنفعل منظومة الزراع النهاردة على مستوى الجمهورية ان شاء الله وابتدت بحي مصر القديمة وعندنا بكرة ان شاء الله كمان حي بابة في محافظة الجيز من جانبيه قال رئيس حي مصر القديمة محمد زين العابدين ان الحية تسلم الف شجرة مثمرة سيتم زراعتها بمايدين والشوارع الحي الرئيسة حب اتلاف الوطن وتوجيهات سيد الرئيس عشان المواطن يبدأ يشعر انه فيه حاجة بتتقدم له فجاءت فكرة ان احنا عايزين نعمل شجر مصمر الشجر مصمر ليه شجر مصمر عشان لما يزرع في المدان او قدام اي عمارة السمر رح يطلع ده ملك المواطن اين كان هو اللي يلاقيه ياخده احنا مش هنبقى حكرة على اي سمر فمنها يبدأ يحافظ معايا على الشجرة يبقى فيه روح جديدة بتتبني انك انت حضرتك تحافظ على الشجرة اللي قدامك هتاخد السمر بتاعها ده ملكك في كل الاتجاهات حاجة خضرة اه سمر احنا جايبين الشجر اللي هو الموالح كلها سواء اللمون برطوان جوافة الحاجات دي كلها هتزيرها بالاخص قدام العمار دي هتبقى ملك المواطن في سمرها وفي كل حاجة احنا حراعي من عندنا حداخل اشجار في الحي ايمة بالمراعاية والمية نقابة الزراعين دخلة معنا برضو بشاتلات الحي ايم بالمشاتل بتاعته فيه المشاتل تاني حتضيف هنبدأ بألف شجرة مسمرة مشاهدين الكرام والآن اليكم تذكرة بأهم العناوين السيسي يستقبل وزير داخلية ايطاليا ويؤكده على توافر الارادة السياسية لتحقيق العدالة في قضية الطالب الايطالي ريجيني مدبولي يخفض الحد الأدنى للقابول بالجامعات لأبناء سيناء ويشهدوا توقيع براتوكولات في مجالات الكهرباء والري والإسكان ترامب يقول خلال اجتماع لأعضاء حكومتها أنه الرئيس الأكثر حزما حيال روسيا شاهدين الكرام نترككم الآن معلقة مع وزيرة التخطيط والمتابع والإصلاح الإدارية هل السعيد على هامشة تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر